الحقيقة واضح جدا أنه مصر لديها خطة جيدة جدا للتعامل مع أفريقيا مش بس عشان رئاستها للاتحاد الأفريقي ولكن مصر تعلم أنه قوة الدول في قوة علاقتها بمحيطها الإقليمي نعم احنا دولة أفريقية ومحيطنا مهم جدا مهم سياسيا مهم اقتصاديا مهم أمنيا هذه الخطة الحقيقة تسير بخطوات عظيمة جدا الحرص الرئيس عبد الفتاح سيسي على تقوية العلاقات مع الأشقاء في الدول الأفريقية واضح جدا هذه العلاقات الحقيقة نافعة لكل الأطراف أفريقيا تحتاج إلى أنه تتكاتف جهودها مع بعضها لأنه يعني تعرضت عبر سنوات طويلة جدا لعمليات نهب ومنظم لمواردها ولخيراتها سواء من الاحتلال أو من الدول حتى اللي بتحاول أنها تعمل استثمار لا ينعكس بصورة إيجابية على القارة الأفريقية ده اللي بيحصل في كل اللقاءات اللي بتتم مع الزعماء والرؤساء الأفريقة مصر غيرت الحقيقة نظرتها وسياستها اللي كانت موجودة خلال التلاتين سنة الماضية في التعامل مع أفريقيا التعامل تعامل في حرص شديد جدا على أنه يكون تعامل ودود ومحترم ومفيد ليس تعاملا فيه تعالي أو كبر وزي التعامل الأوروبي أو التعامل الغربي عموما مع أفريقيا إنما فيه علاقات أخوية بجد فيه اتفاقيات نافعة ومفيدة ليس هناك تصور لوجود هيمنة أو سيطرة أو بلد يستفيد على حساب بلد آخر اشتركوا في القناة